من الصيامات التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام هو إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت في الصيام الذي لا سبب له مثل إذا كان له سبب لا بأس أن يصوم الإنسان طيب أخواني وخواتي فهذا من الصيامات التي هي تعتبر مكرهة عندنا صيام المحرم وهذا الصيام فيه أحاديث منصوصة على عدم صيام هذه الأيام ما هي الأيام؟ اللي هو أول يوم العيد الفطر وأول يوم عيد الأضحى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصوم الأمة يوم عيدها يوم عيدها لا تصوم الأمة يوم عيدها أبداً لا يجوز أخواني ومن العلماء قال كذلك نهي في صيام يوم الشك نحن هنا في شعبان وراح يجي يوم تسعة وعشرين من شعبان يجي واحد يقول أنا راح أصوم باتر إن كان رمضان أنا صايمة وإن كان تمام عدة مال شعبان أنا أصوم هذا مو صحيح صيام يوم الشك اللي هو قبل رمضان بيوم لا يجوز صيامه والله أعلم وكذلك أيام التشريق اللي هو ثاني يوم العيد الأضحى وثالث يوم العيد الأضحى ورابع يوم عيد الأضحى لا يجوز صيامه هذه أيام تسمى أيام التشريق من معي؟ منو؟ غازي من سامرات فضل بعد حين هنا يا الشيخ شوكت بداية أول النهار؟ شلون شلون؟ شوكت أول النهار؟ يعني واحد يعني يبدي بها أول النهار؟ يعني الصيام بتقصد له شنو؟ لا لا أنا أنا مواصلة الثلاثة تهجس أريد أول النهار شوكت يعني يهتعها؟ يعني أنا ما أفهم من سؤالك أول النهار كدخول النهار هو الأذان الفاصل هو وقت الفجر أذان الفجر يعني هو هذا وقت النهار هناك فلسفات أخرى الشفق ترجمة نانسي قنقر